انا قبل التقرير والفاصل حكيت على موضوع طاولة الزهر لكم صورة وجدناها على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقد كان فيسبوك وميس عملت سكرينشوت وبعتت لي اياها وهيك بدأنا وهيك شفنا فيه لكم صورة بتلعب طاولة الزهر هلأ هو كان محمود درويش رحمة الله عليه يعني كان متعلم اصول اللعبة وفنها ولا عندك تعلم لا والله هو متعلم بس ما كان يعني معلم فيها ولا صار معلم فيها بس محمود درويش محمود لا انا ما مترخله بالطاولة ما مترخله بالطاولة بس اذا قلی لانه اذا غلبني او اذا غلب بالطاولة بقريتر يعني بروح بكل واحد بيعرفنا في كل العالم بيكون سمئاً وغلب بيكون هالمرة يمكن انغالب بين أبصر وغلب كل ما يغلب بايا باسمان هو لعبة النرد عنده ديوان شعر كبير بعد ما توفى نشير لاعب النرد فهو بيحكي على الحب الناس اللي بنتظروا بالحب بضربة نرد في له قصيدة أيضاً في الديوان الأخير بيقول انه بيروت بتستنى ضربة نرد نتيجتها وهي يعني ما إلها قانون يعني لا أحد بقدر يحكمها الطاولة يعني هو بفجس في كل شيء يعني ما منه فبقول لك هي ضربة نرد ضربة نرد ما إلها قانون نعم يعني واحد بيضرف ضربة يجيب دشيش خلص هي ربحة فهو بيقول انه بيروت الآن الآن يعني هذا قبل ما يتوفى يقول بيروت تنتظر في ضربة نرد في آخر الديوان كتبه قبل ما يموت في الـ 2008 انه بيروت بتنتظر بضربة نرد وهي بلى قانون يعني لعبة الطاولة ما لها قانون ما لها ما لها يعني حاولوا يتحايلوا عليها يحطوا الزهر بالفنجان ما بتزبط لازم تنضرب اليد أما هو يعني لما كان يغلبك كان بالصدفة يعني بعمم بعممها 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 بطلع بطلع هو الغالب مش أنا آه هو الحريف يعني آه طبعا إلو جمعته وأصدقاؤه في كل محل إلو 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 عالمه في كل بلد في العالم يعني أصدقاؤه هو انتقائي وانتقائي جدا ويختار لكن مش واحد صديقه صديق محمود درويش صديق محمود درويش هو الأصدقاء كثير أكيد ولكنه انتقائي في كل بلد انتقائي هو انتقائي بعرب من يختار أصدقاء وكيف يختارهم